النظام الإيراني وكعادته يلجأ إلى الإعدامات كلما اتقدت الانتفاضة كرسالة ترهيب وترويع لإثبات قبضته الأمنية منظمة العفو الدولية كشفت عن اعتزام السلطات الإيرانية فرض عقوبة الإعدام على ما لا يقل عن 21 شخصا اليوم يواجه 11 آخرون بينهم زوجان المحكمة أمام محكمة في مدينة كرج بمحافظة البرز بحسب منظمة العفو الدولية فإن القضاء ينوي البت بقرار الحكم بالإعدام بحق المحتجين بتهمة الإفساد في الأرض التهمة ذاتها التي يوزعها النظام على منوئيه طالت على الأقل ستة أشخاص بعد الحكم عليهم بالإعدام ظلما بحسب منظمة العفو وفي ثمان من هذه الحالات لا ينطوي الحكم الذي يصل عقوبته إلى الإعدام على أي تهم بالقتل العمد المنظمة كانت تحدثت سابقا أن كثيرا من المتظاهرين السلميين يواجهون تهما تتعلق بالأمن القومي مع أحكام طويلة بالسجن تحدثت أيضا عن انتهاكات موثقة طالت شاب عشريني من الأقلية الكردية في إيران ويدعى برهام برفاري حيث وجهت له تهمة الحرابة على خلفية مشاركته بالاحتجاجات يضيف تقرير المنظمة الدولية أن الموقفين لا يزالون محرومين من الاتصال بمحامل من اختيارهم منذ القبض عليهم وطوال إجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك في محاكمة سورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الاحتجاجات وردع آخرين من الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية في البلاد هذا ودعت منظمة العفو الدولية حكومات الدول التي لا سفرات في إيران إلى إرسال مراقبين للمحاكمات الجارية للمتظاهرين المعرضين لعقوبة الإعدام ترجمة نانسي قنقر